خلينا أسألك بحضرتك بشكل عام كيف قيمت أداء المحافظين المحافظات السلاس ومسؤولي المحليات طاع هذه الأزمة تقييمك لأداء شوف يعني الشخص الوحيد الذي أشاد به المضارين نعم هو محافظ سوهاك لأنه تواجد معهم في اليوم الأول محافظ قينة كان مسافرا والحقيقة أنه جاء في اليوم الثاني محافظ البحر الأحمر كما قال يعني رغم أنه أوضح لنا كثير من الحقائق لكن الناس قالوا جاءنا اليوم الثاني هناك الحقيقة أنت تعرف في لحظات الأزمات تكون الناس غاضبة جدا يعني هناك غضب مثلا أن الناس بتقولوا كليس مكس مدينة مجنناش ولا عملناش حاجة في الراس غارب أن الامكانات ما كانتش موجودة في قنة الناس بتقولوا والله طب ليه ما أغلقوش الطريق الذي يربط بين سوهاك وقنة رغم أن الحادثة قد حدثت في حدود سوهاك لكن الناس كانت بتقول كان يجب إغلاق الطريق خصوصا وأن هناك انذار من الأرصاد بأن السيول قد تسقط في الفترة من 26 إلى 30 في الشهر من فترة